اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم مملكة البحرين تستمر في اعتلاء اعلى المناصب دوليا تأكيدا لما تتميز به من ريادة على المستوى الاقليمي والعالمي فقد نالت البحرين ارفع الرتب واصبحت يشار اليها بالبنان البحرين على الرغم صغر حجمها الا انها اثبتت مرارا انها دولة كبيرة بانسانها وطاقاتها القوية وثروتها البشرية التي تصر على الاستثمار فيها منذ بدايات الدولة الحديثة في القرن الماضي اذا مشاهدين تنصيب مملكة البحرين ممثلة بمعهد الادارة العامة بيبالي رئاسة اعرق منظمة دولية للادارة العامة وهي المعهد الدولي للعلوم الادارية اختصارا اي 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 اس يعكس المسار التنافس الدولي الواضح الذي رسمه المعهد لوضع مملكة البحرين على الخارطة الدولية البحثية فيعد هذا التنصيب كذلك بداية الطريق لمهام بحثية وادارية دولية ستتولاها مملكة البحرين سيكون لها ان شاء الله مبدود اقتصادي واداري وعلمي بكل تأكيد مزيد من المعلومات والتفاصيل عن المنظمة الدولية للادارة العامة مع الزميل عبد الرحمن برطية اليك عبد الرحمن شكرا علي اهلا بكم اعزائي المشاهدين في تعريف بسيط بالمعهد الدولي للعلوم الادارية المعهد الدولي للعلوم الادارية هو اعرق منظمة دولية في مجال الادارة العامة تأسس عام 1930 وتغطي فروعه وانشطته قارة اوروبا واسيا والامريكيتين الشمالية والجنوبية واستراليا تشمل عضويته دولا واجهزة حكومية ومؤسسات اكاديمية وافراد يمتلك رئيس المعهد مقعدا استشاريا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة للمعهد الدولي للعلوم الادارية مجموعات متخصصة منبثقة مثل الجمعية الدولية لمدارس ومعاهد الادارة العامة والمجموعة الاوروبية للادارة العامة والمجموعة الاسيوية للادارة العامة ومجموعة امريكا اللاتينية للادارة العامة كما للمعهد الدولي شركاء استراتيجيون في مناطق اخرى من العالم مثل ولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وأوروبا الشرقية وأفريقيا عود إليك علي في استوديو حديث اليوم مع ضيفك الكريم حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو برنامج حديث اليوم سعادة الدكتور الرائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا والحديث سوف يكون عن طبعا وصول البحرين إلى رئاسة الاي اي اي اس المعهد الدولي للعلوم الإدارية مرحبا فيك في البداية مرحبتين أخواني يا الله سيعتك صحرا دكتور كيف استطاعت البحرين وهي محد حديث في البحرين أن ترأس مؤسسة عمرها يقارب من مئة سنة منذ 1930 نعم في هذه الفترة البسيطة مقارنة بعمر دول صالها سنوات في العلوم الإدارية كيف استطاعت البحرين أن تصل لرئاسة هذا المعهد وكيف تدرجت منذ العام 2017 إلى التنصيب الأخير في هذا الشهر؟ حقيقة أول شي شكرا جزيلا بالفعل محل الإدارة العامة شباب مثل ما نحن شباب يعني شباب دائم إن شاء الله إن شاء الله دوم بداينا ما فيه 2017 بداينا فيه 2009-2010 حقيقة كان التساؤل موجود عندنا شلون ممكن يكون لنا موقع على الخارطة الدولية وليس على الخارطة العربية أو الخارطة المحلية بالبحرين إلى هذا المستوى ولذلك شاركنا من ذيك الفترة إلى اليوم في كثير من المؤتمرات الاجتماعات مع المنظمة نفسة مع المعهد الدولي العمل الإدارية مع كثير من المؤسسات الفرعية التي تابعة له على مستوى العالم لكن المشاركة ليست هي اللي تخلي لك دور اللي يخلي لك دور وهو أنت شنو ممكن تضيف فكان لنا دور رئيسي في منطقتنا خصوصا بدأنا نصنع المعرفة من خلال تحفيز الموظفين في العمل الحكومي المسؤولين الموجودين كيف ممكن أنهم بالفعل يقومون بالدراسات العلمية الصحيحة ليست الأكاديمية لأن المعهد الدولي العلمية الإدارية يشمل لاثنين حقيقة يشمل الناحية الإدارية المهنية ويشمل كذلك الناحية البحثية الأكاديمية جميع هذه المسترة موجودة في الخمس قرات تحت هذه المضلة لأن في المنظمة نفسها أو المعهد الدولي نفسه توجد عضوية لدول عضوية لمؤسسات حكومية عضوية لمعاهد إدارة عضوية لجامعات إلى حتى بعض المؤسسات الفرعية لهم عضوية شخصية على حسب المستويات الفكرية اللي موجودة فبدأنا نقول شنه اللي موجود عندنا اللي هو ما يعرفونا وأحد أهم الأمور هذي اللي هو شنه ثقافتنا اللي موجودة شلون إحنا نشوف نفسنا شلون ممكن البحرين يكون لها موقعها من خبرات اللي موجودة عندنا على الأرض الواقع لذلك دائما نحن نقول في هذا المجال هو تنصيب البحرين وليس تنصيب رائد أو تنصيب المعهد لأن اللي شاركوا في هذه العملية بداية وهي الرؤية الأولية اللي موجودة وانطلقت من القيادة أنه لازم يكون عندنا تميز على المستوى الدولي وليس على المستوى المحلية والمستوى العربي فقط في الإدارة العامة في الإدارة العامة وهي تخصصنا واللي ساعدنا في هذه مو فقط أسرة المعهد إنما جميع موظفين العمل الحكومي اللي شاركوا معاننا في حمل الهم في بناء الصورة الإيجابية من خلال العمل المباشر اللي هم موجود عندهم فبدينا ندخل وشكلنا كذلك شبكة على هامش العمل شبكة شبكة الأوسط الشمار الأفريقي العلوم الإدارية مينابار وانطلقت واليوم سجلت أزاً انترناشنل انجيو أزاً منظمة دولية كل هذه عطى مجال إنه يشوفون العالم بنظرة مختلفة مو اليوم اللي كانت البحرين شبكة في 2014 دكتور الشبكة شبكة مينابار نعم في 2014 وفي 2018 سجلناها كمنظمة دولية يعني كل 5-6 سنوات البحرين تختو خطوة مميزة والله فضل من رب العالمين فضل أسرة المعهد يصرنا كل سنة يعني لذلك في 2017 تم دعوة البحرين لإدارة سكرتارية المعهد الدولي العلم الإدارية السبب لأنه شافوا في عندنا من الطاقات اللي ممكن أنهما يستفيدون منها خصوصا ما بعد الفترة السابقة اللي كانت موجودة كانت في الإدارة السابقة كان عليها بعض الإشكاليات مع أنها كانت من الدول المتقدمة لكن نجينا بروح جديدة بنظرة مختلفة ثقافتنا موجودة لما نتكلم إحنا عن القيم الرئيسية اللي موجودة في ثقافتنا العربية والثقافتنا الإسلامية لما نتكلمون الصدق والأمان والمروءة ترى هذه أمور موجودة عندنا جزء من حياتنا اليومية اللي كثير من الرولوفلو الإدارة أو الالتزام بالقوانين لا تتأتى فقط من لأن أنا والله بلتزم بالقوانون معنات الله ما راح أخطأ وراح أسوي الأمور الخاطئة فشافوا أن هناك نوع من المصداقية عندنا ربنا لك الحمد في البحرين بسبب تعاملاتنا المباشرة معهم فطلبونا طلب مباشر وأدرنا اليوم ونحن ما زلنا اليوم ندير السكرتارية على المستوى الدولي لهذه المحر الدول المنظمات الدولية من 2017 من 2017 الجديد في 2018 و2019 2018 و2019 بدأنا نخطو وقلنا طيب نحن دخلنا في عضوية مجلس الإدارة من 2010 مرة ثانية الروح الموجودة عند البحريني دايما تعطي مجال فقط اتباع الأنظمة فقط والقوانين وليس فقط هذه مثل ما قلت إذا شافوك أنك أنت عندك لأن الإدارة العامة أشمل من ذلك وايد أشمل من ذلك الثوت ليدرشب ما نسميه أو الفكر التطويري القيادي موجود عند البحريني بس يحتاج إلى أن ينعطى الفرص فدخلنا من مجموعة من الأخوان معانا من المعهد في عضوية المنظمات الفرعية في إدارة اللجان الفرعية اللي موجودة فلما شافوا الناتج شافوا أنه فيه بالفعل ما يسمى بثوت ليدرشب ما نسميه قالوا نعم حياكم معنا نبي أكثر في 2017 رأسنا أدرنا المنظمة اليوم وربنا لك الحمد بدأنا من 2018 قدمنا لي رئاسة المعهد الدولي اللي يشمل جميع القارات في العالم وصار الانتخاب بالمنافسة مع دول كبيرة متقدمة واختم مثل أي دول مثل أي دول اللي نافذتكم دكتور الداخلين معنا كانوا معنا الصين داخلين كانوا معنا رومانيا داخلين كانوا معنا من إيطاليا داخلين في مجموعة من الدول الثانية فرنسا كانوا داخلين بلجيكا كانت عندهم الرأس السابقة فما كانوا بدخلون مرة ثانية يعني دول عريقة في بسات الإدارة دول عريقة سباقة في وجودها في هذه المنظمة الدولية ولوهم دورهم والمساهمات ما لدتم فيها المنظمة قابلنا بسنين نعم لكن ما في دولة من الشرق الأوسط مثل البحرين كان ما كان فيه من المنطقة ما كان فيه نحن الوحيدي من المنطقة هل سبقوا ترأسة هذه المنظمة دولة عربية فيه تقريبا نعم 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 أخواننا من السعودية الدكتور الطويل كان أحد رؤساء هذه المنظمة فيه إذا ما خبت الظن فيه سبعينات بدايات كان المعهد السعودي لأن المعهد السعودي اليوم إن شاء الله عمره يمكن 58 سنة رائد رائد في هذا المجال نعم لما رشحنا إحنا في هذه السنة الخبرة السابقة اللي مرينا مع المنظمة عطتنا المجال إننا إحنا نتصدر كثير من هذه الدول الأخرى والحمد لله وتم الفوز بالانتخابات وصار التعيين أو التنصيب الرسمي فيه قبل سبعين في سنغفورة المنظمات الثانية اللي شاركنا فيها كان لها دعم كذلك من غير المباشر لأن عندنا كذلك ارتباطات مع مثلا OECD فيه ارتباطات فيه مع السيبا أو ما يسمى بلجنة الخبراء في الإدارة العامة في الأمم المتحدة فعندنا ارتباطات على أكثر من مستوى بسبب العلاقات الاستراتيجية هذه ساهم في تسكية ساهم في انتخاب البحرين وانتخاب البحرين نقصد بالتسكية الانتخاب وليس تسكية بأنه لا يوجد أحد في تصريح لك ذكرت بأن يعني أحد أهدافكم يمكن هدف الأهم وضع أجندة دولية موحدة للإدارة العامة صحيح صحيح ما الذي يعني يا دكتور وضع أجندة دولية للإدارة العامة الإدارة العامة علم يتطور مع الزمن على حسب الأحداث التي تمر في الزمن فكل مرحلة من المراحل التطور لها خصائصها بحد ذاتها المعهد الدولي بحكم وجوده كل هالسنين وخبرته في هالسنين والعلم اللي نصنعه خلال هذه الفترة وما زال يصنع يعني عندنا فوق الثمان مؤتمرات سنوية على مستوى العالم السؤال اللي يطرح نفسه طيب شنه الأجندة للسنوات القادمة سنو أجندة المؤسسات الحكومية في التطور والتطوير للفترات القادمة وليس الفترات الماضية فيما يتعلق بالإدارة العامة أعطي مثال الله يسميك في 2015 صارت ما يسمى بـ SDGs Sustainable Development Goals أو الأهداف التنمية المستدامة المعهد صار لدور مباشر في هذا المجال في كيف نحن نساعد الدول والمؤسسات والأفراد والمجتمعات أنهم يفهمون الدور الرئيسي لهذه الأهداف الاستراتيجية أو الأهداف التنمية المستدامة من تبع الأمم المتحدة اللي لأول مرة تتفق عليها من الأمم المتحدة جميع الدول أكثر من 190 دولة تتفقوا عليها الصعوبة فيها تخلي المعهد الدولي يشارك فيه بشكل أكبر لأنه عشان تحققها لا يمكن لدولة معينة أو لمؤسسة معينة تقوم بتنفيذها فلا بد أن يكون فيه تضافر جهود على المستوى الدولي صعي فصارت أجندتنا من 2015 2016 2017 2018 هو كيف نؤصل هذه الأمور في داخل المؤسسات وين العوائق اللي موجودة في آخر مؤتمراتنا ومؤتمر الآن طالبين كذلك أن نساهم فيه ليس فقط كمعهد دولي إنما كذلك كمعهد الإدارة العامة في الصين مع الحزب الحاكم الصيني أن ما هي الخطوات القادمة في تحقيق الهدف رقم 16 من الهدف التنمية المستدامة المرتبط بحكمة المؤسسات المسائلة والمسؤولية في داخل المؤسسات فكيف ممكن أن نساهم في هذا المجال الآن قاعدين نحط الخطوات القادمة للسنوات القادمة فكان من نتاج البحث الموجود كمعهد دولي للعلوم الإدارية بجميع الأفرع الموجودة عندنا أن طيب وين موقع الثورة الصناعية الرابعة في إدارة الحكومات وإدارة المؤسسات الحكومية وخدمة المجتمع خدمة المواطن في كل هذه المجتمعات لأن اليوم التكنولوجيا ما أصبحت فقط أمر رفاهية إنما أصبح أمر رئيسي وأمر رئيسي في اتخاذ وقرارات وصناعة السياسات صحيح لأن اليوم السياسات الحكومية وتمناقشتها في مؤتمر دافوس الأخير وكثير من المؤتمرات يعني حتى كان في اجتماعنا في بداية هذه السنة حتى قبل التنصيب وقبل الانتخابات كنت مدعو بعد الانتخابات وقبل التنصيب كنت مدعو في أحد المؤتمرات على هامش المؤتمرات مع أخواننا السعوديين مدعونا لمناقشة أجندة الجي تونتي لأن السنة القادمة راح تكون رأسة الجي تونتي عند المملكة العربية السعودية صحيح فتم دعوتنا لوضع الأفكار لأجندة الجي تونتي في 2020 ومن ضمنها مسألة الدجتول وطرحنا نقطة رئيسية وهي طيب وين ممكن يكون للقيم الإنسانية أمام هذه إذا كنت نسميهم الديناصورات الاقتصادية اللي موجودة في العالم وين ممكن نقاط الالتقاء ليس نقاط الاختلاف فبدأنا نناقش مثل هذه الأمور على المستوى الدولي وكان لنا ربنا لك الحمد كذلك الكونتربيوشن أو المساهمة الفعالة في هذا المجال يبقى وين دورنا إحنا اليوم في الوطن العربي العالم قاعد يمشي وإحنا نعرف اليوم وين العالم قاعد يمشي إحنا دورنا سواء كان في البحرين أو في الوطن العربي شلون بإمكاننا أن أحنا نستفيد من هذه العربة اللي قاعد يمشي بسرعة تسمي قطار تسمي عربة سيارة اللي تسميه لكنها قاعد تسمي بسرعة والتسارع فيها مخيف بعض الأحيان خصوصا في ظل العالم الرقمي اللي موجود لأن اليوم المواطن ليس فقط ملزم الحكومات أن هي تستمع لها انتهينا من هذه المرحلة انتهينا من مرحلة أن المواطن يساهم في صناعة السياسات الحكومية اليوم إحنا في مرحلة أن كيف المواطن يكون هو ليس شريك أنه هو الفاعل في عملية السياسات الحكومية يعني هذه قد يبدو كأننا ما ابتعدنا عن موضوع المعهد والعلوم الإدارية لكن بشكل استراتيجي هذا كله يظل في لأن في نهاية الأمر هذه الأجندات التي يحطها المعهد الدولي وهذه الأجندات التي تضعونها نضعها والتي ممكن نحن نتحرك على أساس سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي أو المستوى المحلي إذن عملكم لا يتطلق يعني يتطرق فقط بالعمل الإداري والعلوم الإدارية ولكن تتكلم عن منظومة أوسعة لأن العلوم الإدارية تدخل في السياسة في الاقتصاد في الثورة التكنولوجية الرابعة في كل هذه الأمور كامل لأن علوم إدارية المصطلح العلوم الإدارية هو المصطلح الذي يطلق على إدارة الحكومات كيف تدار الحكومات سواء كان من حيث الإدارة من حيث ما يسمى نسميها management من حيث administration أو ما يسمى بالتخصصات التي موجودة أو من حيث السياسات العامة والسياسات الحكومية هذه كلها تنطوي تحت ما يسمى منظومة العمل الحكومي أو العلوم الإدارية وهنا عندنا اختلافات جدرية وتعلمنا فيها لأن الموضوع تخصصي دكتور وإذا وصلنا فيه كثير رح يكون قد يكون صعب على المتابعة لكن الآن البحرين كرئيسة للمحل الدولي للعلوم الإدارية كيف يمكن يعود ذلك بالنفع على البحرين لأن قلت لي قبل شوي مب إحنا كبيبة مب كعادل شمس كرائد شمس ولكن كالبحرين البحرين هي التي ترأس هل يمكن أن يكون هناك عوائد على البحرين أيضا؟ ما في شك إدارية اقتصادية ما في شك الله يسلمك أولها وجودنا في بعض المؤسسات الدولية ويكون لنا فيها صوت يعطي ليس فقط مجال أن نقول البحرين وصلت لهذه المستويات لأنه ما شاء الله البحرين واصلة في هذه المستويات على المستوى الدولي من زمان وفي كثير من المحافل السؤال الذي يطرح نفسه كيف نضع أحنا أجندتنا أمام المستمع الدولي وتكون لنا الفايدة المباشرة فلما نتكلم مثلا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة إحنا عندنا عضوية استشارية دائمة في هذه المنظمة معناته ممكن نضع أحنا أجندتنا الإشكاليات التي نمر فيها في دولنا الإشكاليات التي نمر فيها في طبيعة تعاملنا مع العمل الإداري كيف ممكن أن يكون هناك مساهمات من الدول العالم وكيف ممكن أن نساهم كذلك في صناعة مثل هذه الأمور على المستوى الدولي ونقطة مهمة البحرين وكثير من الدول العربية عندهم من الخير اللي كثير من الدول المتقدمة والمتطورة يقولون إحنا ما عندنا في أي مجال؟ ثروة بشرية؟ ثروة طبيعية؟ أموال؟ لما ناخذ مثال على مسألة المساواة بين الجنسين في العمل مشكلة أن العمل الحكومي يشمل كل شيء صح؟ لأن كل مؤسسات الحكومة تشمل جميع الخدمات التي تقدم إلى المواطنين فلما أني مثلا على المساواة بين الجنسين البحرين خصوصا متصدرة على كثير من الدول الأوروبية صحيح في الرواتب ومتعلق بالأجور في الرواتب نعم طبيعات العمل هذه تجربة يشوفونها الغرب تعالوا أنتم شلون نسويها؟ شلون نقدر نوصل إلى تحقيق الهدف الخامس اللي موجود فيه الأهداف الأمم المتحدة المعنية أن توصلتوا لها نحن لا يمكننا أن نوصل لها إلى حد الآن كثير من الدول الثانية تنظر إلى مسألة الحوكمة في داخل المؤسسات كيف ممكن استطاع مثلا معهد الإدارة العامة أن يضع الأهداف التنمية المستدامة هذه ليس على المستوى الدولة والحكومة إنما حتى على مستوى الأفراد اللي موجودين في العمل الحكومي عندنا برنامج عملناه مع الأمم المتحدة وله تفاصيلة كامل وكيف ممكن يكون لها انتشارة في داخل المؤسسات هذه نظرته إذا منتشوفها تقول إنسان هاي لها تدريب معذرة كثير من الدول المتقدمة والفقيرة في حاجة إلى مثل هذه الأمور اللي احنا تميزنا فيها فكثير من الأمور بإمكاننا أن احنا نستفيد منها ونفيد فيها العالم فائدتنا للعالم أول شيء إبراز لموقع البحرين نتعلم من التجارب والأخطاء اللي تصير من كثير من الدول نعكس كثير من هذه الأمور إلى منظومتنا فلما تكلم قبل شوي عن طبيعة التعامل مع المواطن وبناء الثقة بين المواطن وبين الحكومة هذه أمور موجودة على المستوى الدولي لكن إذا قدرنا نحن نأصلها عندنا ضمن ليس فقط التدريب والبحوث إنما من ضمن الممارسات اليومية اللي يقوم به المسؤولين في داخل العمل الحكومي قدرنا نحن نغير في طبيعة تفكيرنا جميل جميل الآن دكتور شنو أهم أولوياتكم رأس وسلم أولوياتكم فيما يتعلق ببداية عملكم كرئاسة للمحد الدولي للعلوم الإدارية لازم لكم استراتيجية وفيها مراحل شون راح تبتدون في المرحلة القادمة؟ المرحلة القادمة عندنا أهمها شلون أن يكون لنا دور في ريادة المملكة في المؤشرات الدولية مؤشرات الحوكمة مؤشرات الـ SDGs أو ما يسمون بالهداف التنمية المستدامة كيف ممكن أن نحن يكون لنا هذه كبيبة؟ أم المعهد الدولي العلم دارية؟ المعهد الدولي مع المعبيب لأن في نهاية الأمر معدرة زين أن نكون نرأس المعهد الدولي لكننا نجب أن نشوف مين مصلحتنا هذه مصلحة الدولة لما أمثل المعهد الدولي قبعتي الرئيسية هي البحريني فأنا شلون ممكن أن أستفيد كبحرين فمهم جدا بالنسبة لنا في البحرين أن نستفيد من هذه المنصب عشان نعكسها عندنا في الداخل كيف ممكن أن نحن نأصل من ضمن استراتيجيتنا كيف نحن ممكن أن نأصل البحوث المهنية بحيث تكون رافد لصناعة السياسات الحكومية لأن هذا هدف الثالث عندنا في معهد الإدارة العامة اللي هو صناعة سياسات حكومية مبنية على أدلة وبراهيم على المستوى الدولي المعهد الدولي مثل ما قلت لك اليوم قاعدين نحدد الأجندة حتى على مستوى الأمم المتحدة والـ OECD أن كيف ما هو الدور القادم للحكومات في ظل الأنظمة الجديدة ما يسمى من الثورة الصناعية الرابعة كيف رح يكون للذكاء الصناعي مكان وشنون رح يخدم المواطن وشنون المخاطر على خدمة المواطن لما أني إلى المشين ليرنين ما يسمى بالإنترنت الأشياء كثير من الأمور رح تتغير رح يتغير شكل التعامل بين الحكومات وبين المواطنين فالسؤال هو اللي يطرح نفسه كيف ممكن أن المواطن يكون مشارك وعامل رئيسي في هذا المجال وهني الدور الرئيسي فيه ما يسمى بالابتكار الحكومي الابتكار الحكومي ليس معنات أنه والله أنا عدلت فقط مجموعة من الخدمات قلصت كذا هذه جيد ممتاز ولازم يكون موجود لكن لازم كذلك نفكر بشكل مختلف فكيف ممكن يتأصل الابتكار على المستوى الحكومي لتحقيق الأهداف التنمية المشتدامة خلال الفترة القادمة وليصبح ممارسة حقيقة عمل الإدارة العامة هو عمل استراتيجي لذلك كل حديثها عن التخطيط وعن المتغيرات الاستراتيجية أنا ساعت بهذا اللقاء نبارك لكم مرة ثانية دكتور رئاسة البحرين للمحهد الدولي للعلوم الإدارية من خلال بيبة طبعا كل الشكر والتقدير لك دكتور رائد محمد بن شمس على ما حضرت به شكرا جزيلا يا خليل شكرا جزيلا إذن مشاهدين البحرين من إنجاز إلى آخر ولله الحمد بفضل سواعد أبنائها ورعاية القيادة الرشيدة التي لا تألو جهدا في تقديم الدعم اللازم لرفعة هذا البلد العزيز نشوفكم على خير وراثي أمان الله اشتركوا في القناة